مساء الخير حبايب قلوي بعد زيادة الطلبات عن موضوع الدراسة بألمانيا قررت أسوي لكم هذا الفيديو اللي راح أتكلم به عن الدراسة بألمانيا بالنسبة للموجودين بخارج ألمانيا ويبدون يقدمون على دراسة جامعية بألمانيا عن طريق الإجراءات التكاليف الفيزة الدراسية وإلى آخره ومعادلة الشهادة ورح أسوي صراحة فيديو آخر أحكي به عن شروط التقديم للجامعات الألمانية بالنسبة للمقيمين بداخل ألمانيا فخليكم ويايا حبايبي ورح أشرح موضوع الجماعة الخارج ألمانيا بسبع نقاط بس جاني نوتيفكيشن عن موبايل شوكت ذب بلوزك الماروني بلوزي الماروني هذا مسوي مشكلة؟ ارتاح حبيبي يا أبو البلوز الماروني اللي مضايقك رح نحتفل بهاي المناسبة نفاخة أوبرا لا تنسون الاشتراك بقناتي اللي هي فرات شبلي وتفعيل جرس التنبيهات وتسووا اللايك للفيديو تحياتي لكم حبايب قلبي رجعنا لكم النقطة رقم واحدة اللي هي شهادة الثانوية لازم تكون معترف بيها بالنسبة لليدروس باكالوريوس أما بالنسبة لليدروس ماجستير فلازم شهادة الباكالوريوس تكون معدلة ومعترف بيها وطبعا كلهم باللغة الإنجليزية على أقل تقدير ويفضل باللغة الألمانية النقطة رقم اثنين مستوى اللغة بالنسبة لليدروس باكالوريوس لازم يكون أقل شي بيها بالنسبة لليدروس باكالوريوس طبعا الشروب تختلف من جامعة إلى أخرى بس مبدئيا أقل شي لازم يكون عندك مستوى بيها بالنسبة لأنه أكو احتمال أنه تحصل قبول بجامعة معينة رح يطلبون منك مستوى بي آينس ويقولولك خلال سنة لازم توصل لمستوى سي آينس بي آينس يعني بي وان وسي آينس يعني سي وان اللي أغلب الأحيان خلال سنة يطلبون من الطالب أثناء ما هو يدرس بالجامعة يجيب لهم مستوى سي وان هذا المستوى جدا صعب بس مو مستحيل وممكن بنفس الجامعة تاخذ كورس مع اللغة يكون هذا أسهل وأكثر طريق مختصر وأكو أنواع هواية من الامتحانات مع اللغة يراد نسوي فيديو خاص عليها النقطة رقم ثلاثة حبايب قلبي وآني أفضل أنه تسووها قبل كل شيء اللي هي تراسل الجامعة اللي تريد تدرس بيها ليش تراسل الجامعة اللي تريد تدرس بيها لأنه كل جامعة وإلها شروطها الخاصة يعني مثلا مثلا مدينة آخن اللي قريبة عليها جدا بيها جامعتين جامعة سمها آرذيتها وجامعة سمها أفها كل جامعة بيها شروط معينة مثلا آرذيتها تريد مستوى السيوان يكون القمائن أفها تريده بروفليش أو ممكن يمشي عد الأفها مستوى بي تو اللي هو بي بيزفاي فأحيانا يعني ما تحتاج أصلا تعادل شهادتك لأنه كل جامعة حسب علمي يعني أنا مو رجل مختص بالدراسة بألمانيا ولا عندي مكتب مال بيز دراسة وهاي بس حسب علمي وتجربة أنا سواتها شخصيا تراسل الجامعة كل جامعة بيها مكتب اسمه international office هذا الانترنيشنال بيناس مختصين تقييم شهادات الناس العايشين بالخارج من تراسلهم أو تزورهم إذا كنت عايش هنا رح تراسلهم رح تدزلهم ملفاتك يفضل تندز بالDHL مو تندز PDF بس أكو بعض الجامعات تقبل أنه صيغة PDF مرح يقرون شهادتك الجامعية حتى لو هي مو مترجمة يعني للألماني بس بالإنجليزي بالعربي أكيد ما تمشي رح يقرونهم ومعدهم Database هذا Database مثل المرجع الأعلى للجامعات ووزارة التعليم بألمانيا يقيمون بيه الشهادات عدهم أنواع من التقييم النوع الأول اعتقد أي والنوع الثاني بي والبي بي قسميا النوع الأي طبعا كل دولنا العربية ما بيها النوع أي أما بالنسبة لبعض جامعات الخليج يعني أعتقد بأكو من تقييمهم أي بالنسبة جامعة بغداد اللي أنا جاي من عدها اعترفوا بشهادتي هنا واعتبروها تقييم بي تقييم بي معترف بي حق لأزاو العملي بس ما يشبه التقييم أي اللي هو على مستوى الجامعات العالمية فممكن جامعتك تكون تقييمها معترف بي هنا بدون ما تعادل الشهادة وتدفع مصاريف فراسل الجامعة اللي تريد تختارها كل منطقة بألمانيا بيها جامعة خاصة برلين بيها جامعة برلين ما عندي خبرة عن برلين بس مدينة آخني اللي هي صغيرة بقد نص نص ربع برلين بيها جامعتين يعني كل منطقة احتمال بيها أكثر من جامعة فحدد جامعة وحدد منطقة واختار اللي تريده نجي للنقطة رقم 3 حساب مصرفي يفضل يكون بأقل شي 6 ألاف يورو يفيدك من تقدم عليه الفيزي النقطة رقم 5 تاخذ نسخة من القبول المبدئي بالجامعة أنه شهادتك معترف بيها وأكون مكان فاضي إلك بالجامعة وإلى آخره وتاخذ الأشياء اللي قدناها أعلاه وتروح للنقطة رقم 6 اللي هي تروح إلى القنصلية أو السفارة القريبة على مكان سكنك وتجيب لهم كل الأوراق اللي عندك وكل المستمسكات وكل الأشياء اللي مترجمة والغير مترجمة وإلى آخره وتقدم على فيزة الدراسة وإن شاء الله تنقبل إذا كنت مطبق الشروط اللي قلتها أعلى طبعاً الحساب المصرفي العبدور كلش مهم ولازم أقل شي أقل شي 6 ألاف يعني قبل قبل تقريباً ثماني شهور كان أنا سمعت أقل شي 6 ألاف فكلما كان أعلى المبلغ كلما زادت فرص القبول لأنه هاي الفلوس يعتبرها ضمان أنه أنت راح تيجي هنا وتصرف على نفسك فبالنسبة لمجال الشغل ممكن واحد يشتغل شغل مني جوب أو تايلد سايت بس تايلد سايت ندرة تحصله وعدكم ميزة أنه اللي يشتغل وهو طالب جامعي ضرائبة شبه مخفضة أو معفي من الضرائب النقطة رقم 7 واللي هي جداً جداً مهمة أنه تشترك بقناتي وتسوي لايك للفيديو لأن الاشتراك هو فتشير راح يفيدك واللايك هو دعم إلي لأن قناتي بها شغلات تشرح لك عن الحياة بألمانيا مثلاً تكاليف المعيشة بألمانيا بالنسبة للأعزب وبالنسبة للمتزوج وطريقة تأجير البيت وهواية معلومات راح تلقاها طبعاً فيديو تكاليف الحياة تلقى فوق بالمقترحات وملاحظة بسيطة الدراسات العليا يريدون حصراً مستوى سيوان حصراً بس يعتمد على نوع الدراسة اللي أنت تريد تسويها بعض الجامعات يريدون سيوان القيمين يعني عام مو متخصص اللي هواني عنديها لهاي الشهادة بعض الجامعات يريدون سي آينس بيروفلش واعتقد بعض الجامعات اللي اختصاصاتها طب أو صيدلة أو هالأشياء يحتاجون منك سي آينس مددسين يعني تخصص بمجال معين من اللغة مو تخصص عام هاي كانت النبذة مختصرة عن معلومات اللي تحتاجون تعرفوها حتى تجون الدرسون بألمانيا إن شاء الله يارب تكونوا استفادية ولا تنسوني بالدعم اللي هو لايك واشتراكي بالقناة اكتبوا لي استفساراتكم وآراءكم ومقترحاتكم جوا بالدسكريبشن قد نفيد بعضنا قد واحد يحكي لنا تجاربه أو خبرته بهالموضوع نلتقي معكم في فيديو آخر قريباً تحياتي لكم وباي باي حبايبي اشتركوا في القناة